وأشار الرئيس السيسي إلى التطرق إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي حيث أكد حتمية الالتزام بمبدأ التعاون والترشفاور المسبق بين الدول المشاطئة لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تواصل تفاق قانوني ملزم حول ملئي وتشغيل السد تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية عند القيام بمشروعات على النهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها وذلك اتساقت مع قواعد القانون الدولي ذات السلة ومن ثم ضرورة تواصل بلا إبطاء الاتفاق قانوني ملزم حول ملئي وتشغيل هذا السد استنادا إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2021 حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليبي